الادارة الذاتية الديمقراطية ومجلس ادارة عفرين اصدر بيانا كتابيا الى الرأي العامة بخصوص الاوضاع الاخيرة التي تشهدها المنطقة وجاء في نص البيان منذ بداية الازمة السورية تحاول الدولة التركية الفاشية بخيادة حزب العدالة والتنمية برئاسة الدكتاتور رجب طيب اردوغان المتعاون مع كافة الفصائل الجهادية والعصابات الارهابية ومن بينها تنظيمي القاعدة وداعش التي تستخدمان اسماء اخرى لاخفاء هويتهما وتابع البيان بالقول وبعد مرور 15 يوم من الاعتداء التركي السافر على الاراضي السورية في اقليم عفرين كدولة مجاورة ذات سيادة وبالتعاون مع روسيا الاتحادية فالهجوم الوحشي الذي لا يستثني الشجر والبشر والذي راح ضحيته مئاتا من الشهداء والجرحة اغلبهم من الاطفال والنساء والشيوخ واكدت الادارة الذاتية ومجلس ادارة عفرين بالرغم من محاولة الغزو التركي لاقليم عفرين هناك مقاومة عصرية تاريخية من قبل وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية الذين يسطرون اروع الملامح البطولية وصمود شعبنا بكافة مكوناته امام هذا الاحتلال التركي على الاراضي السورية وفي نهاية البيان طالبت الادارة الذاتية الديمقراطية دولة روسيا الاتحادية تراجع عن موقفها الداعم لارهاب الدولة التركية تجاه شعب عفرين بكافة مكوناته وسوريا بشكل عام اذ انها تتحمل مسئولية المجازر التي ترتكبها الدولة التركية الفاشية بحق المدنيين الابرياء واختتم البيان بمناشدة التحالف الدولي والولايات المتحدة الامريكية والمؤسسات الحقوقية والمدنية والانسانية ومجلس الامن والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي بالتدخل الفوري لايقاف العدوان التركي على اقليم عفرين السوري إنما اعتداء على كامل الأراضي السورية وعلى إرادة الشعوب السورية واعتداء على القيم الإنسانية